بشرت عملية فتح مفرغ الفيضانات بسد بن هارون بولاية ميلا حيث ترك هذا الإجراء ارتياحا كبيرا بعد أن بلغ مستوى صورة قياسية قدرها مليار متر مكعب سوفيان بول بلغ مستوى منسوب المياه بسد بن هارون في ميلا مليار متر مكعب في مفارقة عجيبة بينما تعاني الجزائر حالة من الجفاف تضرب ربوع الوطن وقد دفع امتلاء السد لفتح مفرغ الفيضانات لتخفيض مستوى ما وصلت إليه المياه رغم النقص الأمطار هو اليوم راه فيه ما يقارب مليار متر مكعب واكثر من هذا رانا نشغله حاليا في مفرغ الفيضانات هذا ما يعني راه الماء يفرغ قاعدين يفرغوا في الماء عن طريق مفرغ الفيضانات بعد ما قمنا بفتح الحنافيات في العمق ولماذا؟ لتجديد الثروة المائية هذا يعني في وقت وين ما كانش الأمطار تبلغ طاقة تخزين السد للمياه بحوالي 960 مليون متر مكعب وهو ما يمنع استمرار تحصيل أكثر من ذلك مما سيسمح بتمويل ولاية قسنطينة وجزء من ولاية ميلة بصورة عادية ويعتبر هذا السد من أكبر الإنجازات منذ الاستقلال وفي نفس الوقت خليناه يفرغ عن طريق مفرغ الفيضانات وفي سلامة ترجمة نانسي قنقر